اهلا وسلام بكم وحضرات من جديد. اولا انا بعتذر لحضراتكم على التأخير في باقي الكورس اماديوس. لظروف خاصة. والحمد لله نبدأ ان شاء الله من النهاردة ناخد في الكورس كامل الكورس ان شاء الله باقي يعني احنا اخدنا كل حاجة عن الحجز واعتبر حتى الان معدد التسعير. هناخد التسعير ان شاء الله وهنا قد الاصدار وانا اخد بعد كده كل حاجة عن الحجز وفنيات الحجز. فتابعوه الجديد ان شاء الله يكون بالنسبة لكم يعني افضل وافضل من الجديم لانه فيه فنيات وفيه ازاي يعني احافظ على بتاعي ما يجديش مشكلة من ناحيته. تمام? هنكمل الاسعار في حلقة خاصة عن فنيات الحجز طبعا زي ما احنا متعاودين بس اخر الكورس ان شاء الله بتكون اخر الكورس. فتابعوا معايا ان شاء الله لحد ما ربنا يساهل ونوصل للحتة دي. اه النهاردة هنعرف بس قبل ما نبدأ الكورس هنبدأ في الاسعار النهاردة. ده قبل ما نبدأ في الحلقة النهاردة. هنراجع مع بعض اللي اخدناه قبل كده عشان اللي بتابع اول مرة اول فيديو وصلوا النهاردة اول فيديو يعني من فترة كبيرة. فاللي مش بتابع معنا احنا اخدنا حتى الان في الكورس. كل حاجة ما يخص الحجز لحد التسعير ووجفنا لحد التسعير. عملنا حجز وخدنا الزيدات بتاعت الحجز ايه? والاضافات بتاعت الحجز ايه? وعملنا الريماركات وعملنا فكر من بداية الكورس من اول حد لسه هيبدأ يتعلم اماديوس ويتعلم المجال ككل. خدنا كورس السياحة طبعا بدأنا فيه. اللي راجع طبعا ده ده كورس انا بس اتكلم على كورس اماديوس اللي خدنا فيه الحد الوقت فيه برضو. قبل كده اللي يبص على القناة هيلاقي كورس السياحة فلسطة لوحده يقدر يرجع عشان يكمل معانا او يكمل لو حابب يكمل في المجال او لو حابب يدخل المجال هيفيده جدا في المجال نفسه. حاجات كتير عن السياحة والمجال نفسه اللي فيه عن الفنادج والتزاكر والعصائق. حاجات كتير. غير زي السيستم اماديوس دي معلومات يضو فيها السيستم اماديوس. او اساس المفروض مجالنا يعني المفروض نكون عارفينها قبل ما نبدأ شغل في اماديوس او اي سيستم اي سيستم خاص بشركة السياحة يعني. اللي خدناه حتى الان اخوانا خدنا طبعا الاقتصارات وفكها. عرفنا لو عندنا كود نجيبه ازاي? ولو عندنا اسم مطار نجيب الاسم ازاي? ولو عندنا اسم مطار نجيب الكود بتاعه ازاي? فنحنا شغالين بالاكواد عمتا في السيستم بتاعنا. طيب صفحة المعلومات المساعدة على اماديوس دي بتجيب لك معلومات عن الحاجة اللي انت ستصف سرع عنها. وسائل الدعم المساعدة برضو زي المعلومات برضو. خطوات حاجة الطيران عن نظام اماديوس. خدنا الخطوات الحاجز منها ازاي? ازاي ازاي ادخل اسم? ازاي اعمل خمس خطواتهما اساسية. خدنا برضو من في الاتاحة عرض جداول الرحلات ده من ضمن الاتاحة. الحاجز باستقدام جدول الرحلات. الحاجز باستخدام الامكانية المتاحة. تمام? التغيير من طلب الامكانية بطريقة الاخرى. يعني مسلا لو عملت عملت بال اي ان اقدر حولها تي ان. لو عملت بالاس ان حولها. خدنا تحول العملات لانه احيانا احنا بنكون في دولة لانه دولة زي الكويت. عند تيكت بتاعها بالدولار مسلا فبحسب عن سواء باستخدام او اي ان كان يعني. ممكن يجي لك عميل يقول لك مسلا عايز تاس كرامل مصر. من السعودية. من مش عارف بكم مصر يحسبها لي او بكم سعودية تجريبا كذا. تحولها لو عندك على السيستم. خدنا برضو كارت تسجيل البينار نفسها خدنا تفاصيلها اللي هو الحجز بتاع العميل. خدنا تفاصيله. اضافة ملاحظات على الحجز اللي هي الخدنا معلومات اضافية اخرى لسارها الى. ضربات حجز خاصة للعميل في الحجز. استعدت الحجز المفتوح لو عندك حجز موجود. تعمل رجعلك تاني. لو عملت حتى اي خطوة ما عندها اضافة ملاحظات على الحجز. تمام? التانية اضافة ملاحظات على الحجز بتاعنا. برضو. معلومة اضافية اخرى لرسال شركة الطيران الهي. معلومات اضافية اللي عايز اضيف اي حاجة تانية اضافية. طلبات خاصة للعميل في الحجز برضو هي هي دي. خدنا برضو استعادة فتح الحجز على نظام عملت لو عند حجز وانا ما خالى يعني فتح السيستم زي كده وعاد اشوف حجز. اعمل ارتي ورقم الحجز مسلا او مسلا بالاسم او خدنا حاجات كتير فيه. ادخال معلومات الخاصة بالراكب اللي هي معلومات الجواز ومعلومات تفاصيل وترخ ميلاده وترخ انتاءة الجواز. دي مهمة جدا كل الطيران بطلبها. خدنا ازاي نعمل او نكسم او نفس المسافر من الحجز مسافرين تلاتة اخدنا كل الطرق. خدنا اختصارات رموز حالة الحجز اللي هي والحجد. وبعد كده خدنا بتاعتنا صندوق الاخر حاجة اخدناها اللي هي صندوق المنسلات اللي هو ازاي اعمل كيو خاص بيا او حافظة خاصة بيا اللي هي احط فيها احط فيها مسلا الحجزات بتاعت عشان رجعها اول بول ربما يكون في حاجزة تكنسل حاجزة تغير من الطيران حاجزة انا عامله مسلا مستان العميل يجي لي بعدين مسلا ويرجم راجعة الكيو ده ياخدنا يوميا تماما هديكوا طريق افضل ان شاء الله في الشرح بدل ما تراجع الكيوهات كلها نشوف في الحجزات انت عايز تراجع مسلا عشان تشوف الحجزات اللي عندك في اتش اكس في مسلا اي تي كي في اي تغير في الرحلات هنعرف نشوفه ازاي بسرعة يوميا تعمل الانتري هيديك الحجزات كلها اللي عليها اتش اكس اي واللي عليها تي كي اي والمالغية او الغير ما عادها بمعنى صح طيب النهاردة هنكمل ناخد نكمل كورسنا وهناخد النهاردة الاسعار على كورس او التسعير تمام النهاردة الحلقة العشرين من كورسنا ان شاء الله كم حلقة تانية وهنقلص من الكورس نهائي اللي هو البيزيك وهنقل في الادفانس ان شاء الله هناخد حاجات اكتر او انا هطلقوا حاجات من الادفانس برضو مقدما عشان ناس كتير عايز هتشتغل وبدل ما تستنى الاخر الكورس كنت حاجات مهمة في نص الكورس يعني البيزيك هي اصلا في الادفانس المفروضة بس احنا مش تفرج معنا غير ان احنا نتعلم في الاول وفي الاخر طيب ايه الاسعار او التسعير الاسعار على اسعار بتيجي زي pineapple او انا باخدها ازاي من او بشفها بالشكل ده او من فين الاسعار على اماتيوس بتكون مدخل على نظام الحاجز مباشرة من قبل شركة الطيران هم بيحطوها على الشرعة على السستم بتاعهم وبينزرو بعد كده على الاسستم الطيران اللي هو على السستم من اماتيوس Filip liv paint من الملايين من الاسعار المدرجة داخل نظام ملايين الاسعار. كل ديارة ممكن تلاقي خمسين ستين ساعر في رحلة واحدة خمسمائة ستمائة ساعر في رحلة واحدة عادي يعني. تمام طب ايه نظام التسعير على مدلس بيعمل لك ايه? بيمكنك من الاتية. بتعرض الاسعار. الاسعار نفسها من غير متين من حجز خالص. التسعير داخل الحجز نفسه. قدر على وصول وصول لشروط وقيود الاسعار. بقى كده برضه بتقدر تحسب حساب الاميال بين المدن المختلفة. تمام? طيب. اه نظام التسعير في امدلس انقسم الى قسمين. تمام? في في طريقة ان انا بعرف بها الاسعار من برة. من غير ما عمل بي ان ار ودي ممكن ما تكونش متاحة. بس ببداية بيقول الاسعار للرحلة اللي انا عايزها تبدأ من كزا. هدور انا على ده موجود موجود مش موجود هاخد غيره. تمام? طيب. اه اللي هي عن طريق الاف كو. يبقى يتم وهنا اللي هي الايه فير كويت. تمام? اللي هي بالاف كويت المفروض مسلا. تمام? اللي هي بمظلة بالفير كوتيشن. تمام? اللي هي بتاع السعر نفسه او التسعير نفسه او من قبل ما ادخل على حجزه خالص. تمام? وهنا يتم اللي هي الكويت الاساسي بتاعنا اف كيو. طبعا احنا عارفين احنا كل حاجة بناخدها بناخد الكويت الاساسي. وبعد كده بيبقى فيك هزا حاجة. ممكن بعد الاف كيو حرف تاني يديني كزا. حرف تاني يديني كزا. في بعض الانتراهات كده. فالكويت الاساسي بتاعي اللي هو الاف كيو. هنعرف نستخدمه ازاي بعدين. وده اللي بيتم ده نعروض العصار فقط بدون ودود حيز. ومنها ايضا يمكننا معرفة شروط السعر. عايز تعرف شروط السعر من الف كيو هتعرف. عايز تعرف السعر برضو بدء من كان بس دام الشرط يكون متاح. فالافضل انك انت نشوفها بطريقة تانية عشان نعرف المتاح. الحكة دي بنستخدمها برضو آآ بآ آآ عرض السعر ومنها نعرف شروط السعر بعد كده. نعرف ازاي. اللي هي انا عايز اشوف البنالة يعني اللي هو مسلا عميل حاجز تذكرة عندي مقاهرة لندن. طب انا عايز اديني الشروط يعني عايز يغير عايز يرغي. قبل مطير الطيارة بعد مطير الطيارة بالشاكلة زي ما خدناها قبل كده اخونا في لو تفتكروا في وخدنا حلقة عن وخدنا حلقة كبيرة كمان طولنا فيها شرحنا ايه هي اصلا البنالة وبتجيبها ازاي وايه معناها من جوه الحاجز نفسه زي كده. طيب هنا ده التسعير بتاعي نفسه. ده لو انا عايز اصعر وعندي حاجز. انا خدت حاجز للعميل شجل اللي عايز اروح من كويت لمصر مسلا على كايرو مسلا على مصر الطيران. تاريخ كزا خدت الحاجز الساعة كزا اخترت. كده انا اصعر كده الحاجز موجودة عندي. كده ايه? بالسعر نفسه. لكن ده بصعر لي بالف اكس وليها كزا انتري. بس بيديني السعر نفسه. دي بالف كيو بيخديني اشوف قائمة الاسعار بدأة من فين في الطيارة. تمام? هنا ما ادخل اعطاء عروض الاسعار اللي هو الاف كيو دي. بضيف له دي هنا. بيديني عروض الاسعار. طب. مسال على ايه الاف كيو? الاف كيو عشان نعرض الاسعار. ناخد مسالي بين لنا هذا. عا من الكويت اللي دبي على خطوط الجويل الكويتية يوم عشر اكتوبر. تمام? هنا ايه كيو? معلش عشان ايه? هنا كويت دي نار. معلش يخلنا عشان بس كنت بشرح فيها جديمة دي فانا جددته. تمام? خلينا ناخد الامر ده اللي هو اف كيو دي بتاعنا. هناخد لاستخدم اف كيو دي سابتا. تمام? مسلا من كويت دبي. هو كمعمول على دبي على نامضل اصلا. تمام? هنا هناخد الاف كيو بتاعنا وبعد كده لحط الانتري. عايز الاف كيو دي. من من فان من كويت الى دي اكسي بي. بعد كده بحط سلاش بحط طايران مسلا ايه كيو. بعد كده بحط سلاش ديت بالشكل ده. تمام? ده امر العرض. طب انتر كده. اول حاجة بيدينا ايه? بيدينا هنا الاف كيو دي دبي طبعا زي ما انتم عارفين اي انتري بتدخله بيزهلك من فوق. ده انت لما دخلته وهنا هتدرك برضه مع النتيجة لما ظهرت معك. ده الانتري اللي انت دخلته. طب ار او اي زيلو سري زيلو سري والكلام ده اب تو وان كده. ده الايه? ده معامل التحويل في اماديوس. ده اللي هو معامل التحويل من عملة ان يو سي الى كويت دينار. تمام? اللي هي اللي عندنا الموحدة ده للسيستم بتاعنا. طيب هنا من عشرة اكتوبر اتنين وعشرين. العشرة اكتوبر اتنين وعشرين. تمام? جيب لتاريخ واحد بس. يعني ده هو بيقول لي من عشرة. اللي هو فين ان هو مفروضة كان الفين وتسعة عشر. من خليها اتنين وعشرين. من خليتي اتنين وعشرين. ان انا كن كان جديم خالص الفي اللي ده المفروض تشرح من الزمان. فشرعته في الكورس الجديد. تمام? هنا. اه. هنا عشرة اتنين وعشرين سلاش كيو. هنا التاريخ بتاع اللي انا عايزه اللي انا عملته سلاش كيو. طب كويت دبي دي الوجهة بتاعتي. حلو? كيو. هنا كويت دبي. عشان برض ان اللي بعط لكم فايلة عزوان بقالة زبطه خالص. هنا بعد كده سلاش ان نانس الشجر بيتر. اللي هي الاسعار العادية والمؤقتة. الاسعار العادية والاسعار المحتسبة بخط السير. اللي هي بعد كده هنا. الاسعار العادية بخط السير. ده كله يعني انا ده كله بشرح لكم بس اللي هو اه يعني ما ما فيش يعني ما ده بس عشان توضيح مش اكتلا. لك انا مش مستخدمه. هنا تي بي ام. هنا تي بي ام دي الاميال المستخدمة. تمام? وهنا الحد الاقصى لعدد الاميال اللي هي الام بي ام الحد الاقصى لعدد الاميال المسموح بها وهذا هو الحد الاقصى لعدد الاميال التي يمكن للمساء الصفر على هذا الخط بهذه الاسعارات الجنوب دفع رسوم اضافية ليه بجاء لانك انت ممكن تيجي تغير الرحلة بعدين لحاجز تاني فانت لازم تشوف المفروض يعني بين شايك تشوف الاميال دي انا بعد ما شوف هي كل حاجة لها فايدة الاميال دي بعد كده مفروض اعملها في واشوف الاميال هل ما هي هي ولا لا بس انا محدش بدور لانه سيستم موتوماتيك بيديك مزبوط تمام هنا الاميال اللي مطلوب عندك هنا ده الحد الاقصى خمسوعة تلاتين الاميال المسموحة وهنا الحد الاقصى المسموح بستمائة سبعة وتلاتين تمام الاميال المستخدمة عفوا هنا هنيجي اللي هو رقم السطر اللي هو ده ننزل بجاء تحت هنا خلاص ده خلصناه ننزل تحت اديكم شايفين من واحد لخمساشر عشان احنا لما نيجي نشوف سعره معين هناخد بتاعه طبعا هنعرف نشوف ازاي بعد كده ده مبدايا عرضه هنعرف نستخدم ازاي الكلام ده اصلا يعني هنا ده بتاعي اللي هو بلاجيف بتاعتي اللي هو انا مسلا عندي مسلا مسافر مسلا مسافر بالتاريخ ده على الكوتية انا عايز اشوف الكوتية دي فانا هعمل عشان عارف اشوف ايه بتاعي اللي هو طبعا انت هتشوف الروت بتاع ده مش بتاع دبي احنا احنا نعمل نشوف على دبي تمام فده هو هو نفس نفس الهول ده خمان سبحان الله نفس نفس بتاع اسطنبول حطيني في دبي حال فانا مسلا عايز اعرف انا لو عايز اعرف على كده مسلا السعر بتاع ده اللي هو اللي عفوا الشروط بتاع التيكت دي هو في طريقة اسرع ان انا بجيبها من جوة وفي طريقة ان انا احنا بنعمل نعمل لي ده قلنا ده عشان عرض الاسعار نفسها الطيارة بدأة من كم ممكن ما لجيش السعر ده ممكن لاجيه طيب وحاجة تاني عشان نعرف الشروط بتاعت البناليتي بتاعت التسكرة فانا عايز اعرف شروط شروط التسكرة دي اللي انا صدرتها عارفها من فين من الفيربيز الانتري بتاعي ايه الانتري هو ده بعمل كويت والدولة اللي رايحة فين او المطار اللي رايحه فين على طائران كزا وبتاريخ الصفر بس بيجي لي تمام طيب هنا طب خليلا نكمل مسلا عايزين نعرف الشروط بزي هعمل في واحد ديسيبلي بي اي كده جات لي عرض السعر للاين نومبر ون بما انه قلت لكم لاين فايه فديت اللاين نومبر ون ده حلو وكده الاسعار هتبدأ لك التغيير اهو والكلام ده نرجع على بتاعنا اللي هو بنشرح عليه اللي هو بالشكل ده طيب قلنا انا عشوف تمام يا تيكت اللي انا حاجزها دي عشان اشوفها رحلة زهاب عودة ولا زهاب بس ولا زهاب عودة زهاب بس زهاب بس ده تمام فدي زهاب عودة فانا هشوف لانه لاحز انه ممكن يكون ده متكرر يعني ممكن لو دورنا تحت هنلاقي كل القلاسات فيها حاجات ممكن تكون متكررة خلوا بالكم يعني ممكن اللي ما روجر تانجو كيلو وليام بس على جيل وهنا مسلا تاني برضو للرون تريب فسعر كان ممكن 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 مع انه لسبة تسعة التسعين في المية هتلاقي الرون تريب الواحده والوانوي الواحدة ده فير بيز الواحدة ده فير بيز مش السعر ده ده كود الكود بتاع تمام لانه هنا برضو اللي هو السعر الاساسي المفروض للتيكت لو بصنا هنا هنلاقي ايه اللي هو الفير بيز لما فاكريين لما اخدنا في الرئيشو اللي هو ده. اللي هو اللي هو السعر الاساسي من غير الضرائب. بس ده زودوا عليها كود دي. تمام? او يعني طب الاساسي. حلو. هنا كوية دينار بالدينار كام? العملة يعني كوية دينار سواء تلاقيها هنا وتلاقيها واحطها في النص على اساس ايه مش هتكون هنا مثلا. لا ده واحطها لك العملة بتاعتك اللي بتستخدمها هنا كوية دينار. هتلاقي في الوانوي تحت السعر بتاعها تحت السعر بتاعها. طيب. ايه اللي هنا دي? ايه معناها? دي بيقول لك اسعار الوجهتين الذهاب والعوضة تمام? بتاعي اللي هي هي هنا. تمام? زي ما قلنا. تلاقي السعر بتاعها طيب. ايه البي دي? البي اللي هي ايه؟ اللي هو اللي هو درية الحايزة بتاعتي اللي انا حيز عليها البوكنج بوكنج بوكنج كلاس. بمعنى صح خلينا نقول لك صادها بوكنج كلاس عشان تتفهم بوكنج كلاس. درية الحايز. بي سي دي اي اف زي ما هو حاطلك الليما الهاني. لانه برضو تتركز انه يكون نفس درجة الحاجزة بتاعتك لانه لهو هنا حلط لك وان واي. ليما برضو. بس لوان واي هيكون الكود بتاعه كده. بتاعه ده وده الكود بتاع الفير بيز ده بيز ده وده الكود بتاع الفير بيز ده غير ده. بس نفس الدرجة ليما زهب وليما زهب عود. طيب البي ان دي دي بنا لدي. تمام? احنا بنشرح واحدة 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 ايه اللي تحت كل حاية? حلو? دي بتاعتي اللي هي هتشوف شروط السعر ايه? قيود الرسوم والغرامات للتعديل ولا الالغاء. ملاحظة للاطلاع على مزيد من المعلومات استخدم للتحقق من كافة الرسوم والعقام الخاصة بالسعر. يبقى انا اول حاية يعني انا نصلا عمتلا ما ببصش غير على وده كله ما بجربوش بس انا بشرح لكم ده ايه عشان تفهموا. يعني انا خلاص انا عملت انا خلاص عرفت بتاعي فين هنا? تمام? مش ببص على سعره اساسا انا. انا مش ببص على سعره. بس انا بعمل اف كيو ان على طول انا ده شغل اللي بقول لكم عليه حتى الان. تمام? اللي هي دي البنالة انا عايزة اشوف البنالة دلوقت اعمل بيتر ايزي. طب عايزة نشوف الادفانس برشيز او الفا بيكتور. تمام? الفا بيبي سوري. الادفانس برشيز بتاعتي. حلو? فكزا حاجة بنعرف نشوفها من الحت تاني. طيب ايه تاني برضو فيها? ديتس ان داي. هنا ديتس ان دايز. اللي هي الايام. الايام والشهور. اه عفوا التواريخ والايام. دي ممكن يكون حضط لك هنا تاريخ معين للسفر مسلا. يعني مسلا نقول لك ده من تاريخ كزا لتاريخ كزا السعر. ده من تاريخ كزا لتاريخ كزا. او لو عرض او 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 بس مش دايما بيتيجي. تمام? هنا الاقصى معاد اللي هي اللي هي بتاعتك اقصى معاد للحفاظ على السعر. ايه هي دي اخوانا اللي لازم اشوفها. يعني انا عملت حجز. زي ما بقول لكم كده. لوني عايز اعرف برضو بتاعتي ايه? الارفانس برشيز بيقول لك و اه مفيش مسموح له افضل وكتب معنا كده. دي كده مفيش عليها ادفانس برشيز. يعني ممكن تحط التاريخ زي ما انت عايز. يعني تحط الحيز والحيز اللي يدولك على الحيز. لانه العفل تاخد الوقت اللي يدولك على الحيز. يعني انا هنا كان مديني على ما اعتقد لو رجعنا. اتشالت بعد ما صدرت. بيديك انت بعد ما تصد بعد ما تعمل الحيز من قبل ما تحط التسعير وتصدر وكده. بيديك معك مسلا لبقرة انك لتتصدر. ده بتاع نفسه موجود الحيز. بس السعر بتاعه لازم ادخل على عشان نشوف عليه ولا لا. تمام? اي بيقول لك فيه انه مسلا كزا كزا كزا. او مش لازم يعني اشوف اللي هو السعر بتاعي مسموح للحد امتى فيه? السعر ده حطنا الطيران اه لحد بكرة الصبح بس. جيت الظهرة اه الحيزة موجودة اوكي. بس هاخد السعر الجديد بتاع نفس الكلاس برضو. لانه حين بيعملوا عروض العروض بتتعمل زي على الطيران. زي الكوتية بيعملوا عليها عرض. بس العرض مسلا من تاريخ. مسلا واحد تلاتة لحد عشرين تلاتة. جيت انا عملت عشرين تلاتة. جيت عملت الحيز عشرين تلاتة انا مسلا. اوكي موجود الحيز. هاي واحد وعشرين والسعر. هاي واحد وعشرين ما لقيش السعر. هلاقي الحيز موجود زي ما هو. اللي بيدهون على غير بتاع السعر بمعنى صح. تمام? طيب. هنا هندخل على ايه? المينمم والماكسيمم. عشان في حد يسأل في اقل فترة في بلد الوصول واكسر فترة في بلد الوصول. يعني هنا بيقول لك ايه? يعني عشان تاخد المينمم المينمم مفيش 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 حاجة. تمام? ممكن نلاجح حاجة عليها مينمم. هي والماكسيمم لو عشان اخد السعر ده اقل حاجة ايه? كم يوم اقعودهم? فهمين? فهنا مفيش حاجة. المينمم المستيع مفيش حاجة عليها. حالو? هنا على فكرة هو المفروض هو بس ماخر شوية للحياتي عندي المفروض هنا ستة واربعين تحت دي على قطول. فهنا ما فيش مينس تحتيهم يعني لازم تشوف الشروط والقيود. المينمم في بلاس هنا مفيش حاجة مفيش مينمم. تمام? الماكسيمم اه هنا تولف مونس سوري هو فيه لخبطة كتير جدا. المينمم الماكسيمم سوري اطنا المينمم مفيش. الماكسيمم بس فيه لخبطة كتير هنا. مفروض السارعين دي تبقى كده وبعد كده الباقي بعدية. بس تمام يعني يعني كان. الماكسيمم يعني اللي هو الحد الاقصى يعني اقل الوقت بمعنى صح. عشان اقصى واعلى للنسبة يعني والادنى والحد الادنى والاقصى نسبة لخبط فيها. فهو الحد الاقل فترة ممكن يقودها للعامل. يعني يمكن هنا بيقول لك اه يجيب لك رقم مسلا. يعني هنا لازم مسلا اربع ايام وفوق. معك اربع ايام جاعدتم اوكي تاخد السعر. ده ما جاعدتمش تاخد السعر اللي فوق. لذلك برضو انا بتفيدني برضو ان انا اشوف الاعرض الاسعار دي لان انا هشوف السعر هنا. مسلا انا رجيته رخيص العلمة اخلاس. ارخص حاجة. بس هنا مديني مسلا لو لو مديني مسلا بلاس اه فايف مسلا. يعني خمس ايام والعامل كان عايز يروح اربع ايام بس. الاربع ايام اكون شايف هالو مسلا بمتين دولار. ولي اكون مسلا رحلة بسطة بمتين دولار. لكن لما لو خد يوم زيادة ويدفع فندق مسلا يوم زيادة عشرين تلاتين دولار في اليوم. بس اوفر له خمسين جسادها وياخده بخمسين بدل اه بمئة وخمسين مسلا او بمئة تلاتين بدل مئتين. تمام? ممكن يقبل العميل. فانا من كده برضو حتى فنيا ان انا ممكن اشوف الماكسيمام والمينمام للسعر اللي انا واخده لو في اجل منه ازود للعميل بتاعي. الماكسيمام اتناشر مصروه اي اي حاجز عمتا يعني نسبة تسانسعين في المئة حاليا من الحجزات صالحة معك لاتناشر شهر. الماكسيمام ستين. لكن انت ممكن تقعد من يوم لسانة عادي. يعني بعد كورونا كل تغير. كل تغير. لزي كان بيدول تلات اربعة ايام لحت تلات شهور بس. اربعة شهور بتاخد الاعلى. دلوقت ستة شهور ممكن لو زلو كلاس ده لو متاح او مش متاح اساسا ايه. ده على كاكويتية. طب دي ايه? هنا معلومات معلومات عن خط السير لهذه الرحلة. ازا كنت ترى علامة فيها عمودة التوجيه يستخدم لمعرفة من المعلومات المتعلقة. المزيد معلومات المتعلقة التوجيه. ده بس عشان تعرف المعلومات بتاعت الرحلة مش اكتر. يعني دي لو عليها علامة بلس. هنعيد الانتري تاني. لو معوجود عليها علامة بلس يبقى فيها حاجات اضافية للرحلة. لكن مفيش عليها علامة بلس. لكن هنا بصوا لو دغطت عليها هيجيب لي برضو ممكن نعملها. ما فيش نهية الحاجات عادية خالص. تمام? طب نتجع الانتري تاني. طب هنا بيقول لي بصوا هنا لو دغطت صح حشان برضو نسيت. هنا لو عايز السعر ده. لو عايز احوال الانتري مش اكتر. وهنا لي ما كلاس بتاعنا. تمام? لو عايز اعمل على الكلاس ده. سوري نسيت اقول لكم الحتة دي جبل ما المفروض كنت اقول لكم بس في الاخر. احنا طبعا عارفين انه لما يكون ظهر معنا الرقم يعني الحرف او الانتري او الرقم او اي حاجة ظهر باي لون من الالوان الازرج والاحمر والموف والكلام ده. زي كده مسلا. فيها حيات كده لو دغطت عليها. لو دغط اف كيو ان وان. تمام? هجيب لي الشروط بتاعت اف كيو. كلها بس تسعتلاشرة. بس هجيب لي بكل حاجة. لكن لو انا عايز اخصص هعمل كده. بي ايه البنالتي مسلا. تمام? هناخد ده كله تاني ان شاء الله هنعيده بس احنا بشرح لكم مبدئيا ايه هي الاف كيو. طيب. الكلاس اللي هنا ده. سوري الحرف ده كده هيجيب لي الشروط. طب السبعين دينار دي ايه? لو عايز احولها مسلا. طب اللي ما كلاس. لو عايز اعمل من الكلاس ده نفسه. يعني انا انا متديره عشرة اكتوبر كويت دبي. هنا لو عملت هجيب لي اوتوماتيك اي ان سلاش. جبها للكوتية وكل كمان. بس اجيب للكوتية الاول لانها دايركت او او ايا كان يعني. فجيب لي اللي ما كلاس بتاعها موجود اهم. تمام? يعني ممكن اعمل من داخل يعني انا لجيت للسعر ده عرضت السعر. فانا مش هعمل لسه افليبليتي تاني لا اضغط على الكلاس ده هنا. تمام? اضغط على الكلاس ده هنا واعمل على قول. تمام? والكلاس ده برده لو ضغطنا عشان نعرف اكتر برده او كزا فيك اف كيو دي اي اف كيو دي ال. بس اذا اللي همني منهم اف كيو دي اف كيو ار فالدي. مفيش حياتان زيادة عشان كده ما اجابش. واللي همني من ده اول واحدة بس اللي هي اي 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 او اي 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 افضل اخوانك. اف كيو دي اي اي لو ضغطنا عليها برضو هتعيد للانتر من جديد من هاشا اي تلاتين ده. طيب. بني ايجي بعد كده لسه دي الحلقة اللي جاية ان شاء الله. بني ايجي بعد كده اللي اي ايه? اني انا عايز اه اعرف شروط يعني انا لو حاجزت تذكرة زي ما قلنا وعايز اعرف شروط التذكرة. او 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 لو عملت الانتر ده. تمام? جا لكل ده. طيب انا هضغط عليه برضو هجيب لي بس هجيب لي كل حاجة. حلو? هي اللي هيجيبهولي? اول حاجة هنا. هنا كويت ارويز اي اف بي فيرز كده كده كده. ده بيجيب لك معلومات اللي هو بتاع الحاجز نفسه هنا مسلا هنا مش عارف كده. طيب. انا ايه اللي بيهبني منهم كلهم يعني حاجتين او تلاتة يعني هم اللي بيهموني دايما. ماكسيمم ستي هدي اللي هي دي. يعني هو جيب لي هنا هنا هو ده كله جايبهولي. انا لو عايز اجرى اكتر منه هعمل على قوله والرقم بتاعه. تمام? هنا تيكت مست بي اشود ان كويت اند اني اه اني اه سوري ميبي بي سولد ان سودان. التيكت تذكركم ما تتصدرش ان سودان مسلا. وكزا وكزا وانجولا ومش عارفة كزا دولة مسلا يعني دولة ما ياما ما عندهمش سيستم ياما مسلا ممنوع التصدير فيهم على الكويتية او ما بتروحش اويا كان. تمام? اه از اون مر كزا كزا برضو تجرى عايز تجرى انت باش تستعلم او او تجرى زيادة اجرى. ده 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 معلومات اضافية وزايدة يعني بس انا بديك الخلاص عشان هنقعد نجرى ده كله او ناخد ده كله ملوش لازم اه ده الادفانس برشيس يا اخوانا الادفانس برشيس اللي بقول لكم عليه اللي هو اللي هو بيقول لك اولا الحيز مطلوب لازم تحجز الاول على الكويتية لأي حيز هنا بيقول لك على 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 ده مفيش يعني ممكن تعمل حيز وتستنى نقطة ساعة ساعة اتفاق اتكنفر اوكي ما تكنفرش مالوش يعني مالوش ااا مالوش مش هديك تعمل مت مش هيستنى البكرة هيتكنسة هيتلغى هيتلغى لو ما تأكش يعني حاجات كتير وده مش محتاج شرح اللي محتاجهم يا اخوانا اللي هي انا هبعمل بتاعي بعد كده بعمل مسلا النامبر واحد زي ما قلنا او خلينا عشرة البنانة اللي هديها للعميل عايز يغير قبل السفر بعد السفر الالغاء بتاعه لو افتر دي بارشار ده اللي شرحناه قبل كده ايه تاني يهمني برضو في الحتة دي حي اسمها اي في لحظة مش اي في لأ سوري في سي اللي هي بصوا لما عملت الانتري غلط جاب لي كل الحيات اللي تخص دي اللي انا عايز اوصل لها بصراحة معاكم دي جاب لي كل الانتريهات اللي تخص ايه اللي تخص او اللي تخص او اللي تخص عرض العرض السعر حيز بعد كده اعرف الحيات دي كلها كل حي عايز اعرفها مالبودة بس انا اللي يهمني حاجة اللي هو دي تاني حاجة والبنالتي اول حاجة تمام زي ما قلنا بيهمني برضو تمام على فوق شروط السعر احنا بنقولها دايما تمام عشان حاجة زي السعودية لما تقود حاجة تيجي تعمل ما تلاقيش فلازم تقودها عشان عندهم قيود جديدة مسلا او اغيروا بتاعتهم بتجيبها بطريقة جديدة وايه تاني يهمني اه هم دول التلاتة يعني الولانتري تشينز والاي بي لادفانس برشيز والبي اي البي عشان عرف الشروط والادفانس برشيز عشان عارف الحيز ملود اللي انت ده لو هتخلي حيز يعني مسلا انا عملت حيز اهو الحجز ده مسلا لو قل لي مسلا التايم الميت اقول العامل مش هيصدر دلوقتي قل لي التايم الميت معاك مسلا لتاريخ خمسة وعشرين ثلاثة العامل اسه في ثلاثة سابعة هل السعر ده هيبقى موجود لخمسة وعشرين ثلاثة ولا لا هنا التايم الميت اللي بيجلنا زي ما قلنا فيه في الحيز وهناخد تفاصيل الحيز بالكامر ان شاء الله حلقة كاملة عن تفاصيل الحيز كل حتة فيه من اول ما نعمله كل حية فيه والمسك من جوة ان شاء الله تمام طب دلوقتي انا حيزت الحجز ده انا عز عرف دلوقتي هذا العامل لو جالي تاريخ اربعة وعشرين مش خمسة وعشرين هياخد السعر ده ولا لأ لازم اتاكد من حية اسمها اف كيو ان على طول هنا على الحيز سلاش اي في تمام سوري اعمل اسعر الاول تمام وبعد كده انتر جالي على اقول له سلاش اي في اي بي سوري جالي هنا فيه ولا مفيش كده هو نسبة نسبة مية في المية اصلا ما فيش يعني مفيش حية تملمة اللي بيدهون الكوتين ما بيغيرش الاسعار بتاعته مسلا لأ قال لك تاريخ هنا مسلا هيجيب لك مسلا لاخر شهر اربعة متاح السعر مش هيتغير لو رايح مسلا لندن لو رايح مش عارف يوروب لو رايح امريكا لو رايح مش عارف كده ممكن يجي بالك بالتوتل بالميدل ايست نشوف انت الدولة اللي رايح عليها دي دولة اوروبية ولا شهر القوسط والافريقيا ولا كذا ولا كذا ممكن يجي بالك بالقارة كمان فاهمين دي الفكرة يا اخواني فعلا دي يهمني طيب انا عايز اعرف البدلة بتاعتنا برضه بس هو يعني اللي احنا بنعملها من الاول اقدر اعملها كده اسعر الحيز الاول واضغط انتر على طول تمام اه واضغط على الواحد لما يكون احمر هنا كان احمر هو هنا الواحد دا اللي كان هنا اضغط عليه عشان يجيب لي اضغط واحد بي اي طبعا دي بي اي عشان ذهاب وعاودة فانا لو لو الاتنين مختلفين لو مختلف اخد الزهاب اخد الافير بيز الاولاني من واحد واحد لواحد لا الفير التاني مختلف لو مسلا هنا مسلا بدل اليوم اوسكار. يبقى انا اعمل ايه? واحد اشوف شروط السعر الاتنين. واعلاهم قيودة دي للعميل. يعني الاولين ده يسترجع. والتاني لو لو اللي هو العودة. لا. اقول للعميل ما يسترجع. شوه ممكن نرجع الزهب بس كده. بس فيها حسبة وقصة دي لازم ترجع لطينا فيها الاول. فمش تعرف تسيبها للعميل قدامك فهتاخد وقته هتطول عليك. ايا كان من واحد لاتنين مسلا. كده هشوف البنالتي. ايه بي. هعمل في سي. تمام? وين زا اميل اا ريمين اا اول نيو طرافل ماست بي كذا كذا يعني بقول لك اي اللي ما ايه ايه اللي تعمل. حلو? هنا بفور دي بار شرف اوف جورني ابلايز وين كذا 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 كذا. ممكن تجيبها بديو دي. دي برضو ري اعتبر البنالتي بتاعتي بس انا اخديني في العادي بي ايه لما يطلب مني الطيران زي طيران السعودي. هقول لكم حاجة. اي ان. اي ان مسلا. عشرين. مارش. رياض. طبعا احنا حفظناها خلاص. مسلا خدت خطوط السعودية دي. واحد ايزي وان. لا ركزوا معي هنا ده هو. قال لي عنون وخلاص مفروض افليب لي تراحت. بس ممكن اعمل اخد مكان برضو على بعد ما طروح طلاقة لسه ما عملتش اكتر من واحد. او على كده برضو لو عاز اخد سلسل واحد اي سجمنت تاني اكتر ما فيش مشكلة. قال لي دي مسلا عاز اجيب البنالتي بتاعتي دي. بالبنالتي مسلا. هنعمل بي اي مسلا. دي ما جاب ليش الاسعار. جاب لي ايه بقى هنا. ده بتاع السعودية دخلت على الموقع اللي جيت جايب التفاصيل كلها بتاعت الاسعار عنده. زي ما هو جايب لي كده. هنا هتغضل على على يعني ايه? زي ما هو جايب لي كده. انا هصعر تاني وهعمل سوري عشان لسه ما دخلناه. هناخد التصعير ده اخواننا كله لسه هناخدوه ده اللي انتم بتشوفوه ده. هعمل الاول. ده عشان الريفاند. اه سوري هو قال في ايه? في ايه? في ار. في سي اللي هو والريفاند هعمل في ار. هعمل دي الوحديها كده. لو كده نضيف عليها في ار عشان هو بيجيب الاتنين مع بعض احيانا يعني اصلا يعني. هنا بيقول لك التفاصيل بتاعتها. اه سوف شوفوا هنا. بيقول لك بتوين سعود يا ريبي. اه كزا 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 الطيب بتاعي. كزا 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 كزا. هتنزل تحت تشوف انت فين بقى. هتشوف فين الانت عايزه. ممكن يجيب لك. ان هو مسلا لو هو نفسه اصلا مش هجيب لك حياتان. لا لو مش ميدل ايست. يبقى يبقى هجيب لك ميدل ايست ويوروب وكزا كزا. تعرف انت المكان اللي رايح عليه فيه. ده كل حاجة عن عن بتاعتنا النهاردة. وازاي نستخدمها. وهنعرف لسه جدام دي دي مبدائيا لسه في الارضانس ان شاء الله هنعرف ازاي نستخدمها زهاب وعودة. او بس حتحط الزهاب هيجي لك السعر اساسا يعني اساسي. تمام دي بنستخدمها يا اخوانا اولا نفسها دي عشان نعرض السعر وعشان نشوف البنانة بتاعت السعر وعشان لما السعر طبعا خلاص انا بدي للعميل دلوقتي خلاص حجز مسلا. اعرف بها ايه شروط بتاع السعر هديها له. وبرضو شروط بالسعر برجع لها لما عايزو عامل يعني انا كمان تمام دلوقتي خلاصت حل وتمام زباط الدنيا. عايز اعمل يشو على التذكرة بعدين. هعرف شروطها ازاي? هحوط برضو وديت كذا 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 نفس التفاصيل. شكرا لكم وشوفكم على اخر ان شاء الله.